خلينا أقول لكم أن الجماعير الجزائرية مش جاية فقط من الجزائر الشقيق ولكن من كل أنحاء أوروبا عدد كبير جدا من الإخوة الأعزاء الجزائريين خلاص بدأوا يتوافدوا بالفعل من أوروبا تعرفين ما شاء الله فيه جاليات كبيرة جدا سواء مصرية أو مغربية أو جزائرية أو تونسية في أوروبا والجزائرين لهم الغلبة في كثير من هذه الدول والبعض بدأ يصل وأنا أتصور أن أستاذ القاهرة قد يمتلع قد يمتلع عن آخره أو يعني هتلاقي عدد محدود جدا من المدرجات خالية لأنه كتير جدا من المصريين راحين يسندوا وأيضا كتير من الجزائرين جايين وعدد من الجماهير السنغالية الشقيقة أيضا لكل أشقاء هنا في مصر فأهلا ومرحبا بهم والحقيقة سلطات المصرية ونظام تذكرت عايزة بس شوية عنده موضوع تذكرتي لأنه موضوع تذكرتي في البداية البعض هاجمه والبعض تربص ليه والبعض رحب به أنا عايزة أسألكو بقى بعد الحمد لله والشكر الله ما وصلنا للمبرارة النهائية عايزة أسألكو إيه رأيكو في موضوع تذكرتي إيه رأيكو في حجم النجاح اللامعقول اللي حقاه هذا المشروع وأنا سعيد جدا إنه حتى لو كنا هناك بعض المدرجات خالية لكنك مش شيت على النظام ما بواستوش فبالتالي أول مرة ندخل بالشكل ده في المنظومة دي وبقى أنه سنين طويلة قوية عملينا حارب عشان ندخول الجمهور بص بمنتهى البساطة تذكرتي أنت فين يا فندم تلتا يمين عايز إيه باشا تلتا شمال عايز أولى مش عارف إيه أو الراجل بياخد ابنه أو لوحده ومع التليفون وعلى الابليكيشن أو لو من غير تفضل أهلا وسهلا تشرف وتقانس لا فيه ضرب ولا فيه طوابير ولا فيه سودة ولا فيه مش عارف إيه الدنيا مشيه بنجاح صاحق أعتقد أنه قصة تذكرتي دي تقريبا أنهت لنا مشكلة الجماهير اللي من 2012 ما بتدخلش من درجات بقى أنها سبع سنوات حتى لو اضطرنا استكمال الموسم التلات أربع مرشات اللي جايين بالشكل القديم على الدورة حتى لو اضطرنا أتمنى طبعا ما نضطرش يعني لكن ضمننا أن الموسم الجديد خلاص ياسمين أبو الأسعاد أهو الابليكيشن بتاعها تذكرت زنبابوي ومصر دنيا مشت بشكل كويس أولا كل التحية كل التحية كل التحية كل التقدير للناس اللي عملت المشروع ده للناس اللي فكروا فيه والناس اللي طلعوا بالشكل ده نظام ما فيهوش غلطة والصغير والكبير لابسين الفنق دي ويدخل الساد بس في المقابل بقى الدولة كمان وفرت لك البوابات الإلكترونية أنك تعمل كده تلاقي العلامة صح كأنك في المطار بالزبط كأنك في أوروبا بالزبط ولن يكون هناك تواجد لملاعب ما فيهاش النظام ده عشان كده نحافظ على اللي حصل ده حاجة حلوة جدا وحاجة تفرح وكل الشكر الحقيقة للي عملونا النظام ده بصراحة يستحق كل تحية وكل تقدير وأهلا بكل الجماهير المتوفدة على المصر خصوصا الجماهير العزيزة جدا من الجزائر ترجمة نانسي قنقر